الرسول عليه الصلاة والسلام ترك أمورا كثيرة وهي جائزة بالاتفاق ولم يدل مجرد تركه لها أنها ممتنعة ومحرمة نقط المصحف مثلا ما كان زمان الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول ما نقط المصحف ولا أمر بنقطه ومجرد تركه لنقط المصحف ليس دالا على أن نقطه ممتنع محرم في الشرع بدليل أن مصاحف المسلمين من زمان التابعين إلى يومنا هذا منقوطة